في الصفحة الثالثة والستين بعد الثلاثمائة من المصدر نفسه من كمال الدين وتمام النعمة إنه الحديث السادس عشر بسنده بسند الصدوق عن محمد بن مسلم الثقفي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول القائم منا منصور بالرعب مؤيد بالنصر تطوى له الأرض وتظهر له الكنوز وتظهر أو وتظهر له الكنوز المعنى واحد إمامنا الباقر كما يحدثنا محمد بن مسلم القائم منا منصور بالرعب المراد من الرعب هنا ما يقارب في أيامنا هذه في الحروب ما يقال له الحرب النفسية لكن الرواية هنا تتحدث عن حالة رعب حقيقية ستهيمن على أعداء إمام زماننا فعينما يتحرك صاحب الأمر بجيشه إلى جهة من الجهات فإن الرعب سينتشر في تلك الجهة قبل وصول الإمام بمدة زمانية قد تكون طويلة في بعض الأحيان القائم منا منصور بالرعب مؤيد بالنصر فليس له من راية تنتكس راياته ستبقى خفاقة وستكون رايته منتصرة في كل حال من أحوالها هكذا أخبرونا وحدثونا صلوات الله عليه القائم مننا منصور بالرعب مؤيد بالنصر تطوى له الأرض قد يقول قائل من أن المراد من هذه العبارة تطوى له الأرض من أن الإمام سيستعمل وسائل نقل سريعة جدا لكن الرواية واضحة فالحديث هنا عن طي الأرض كما قلت لكم أنصار الإمام على مراتب فهناك فهناك من أنصار يتحدثوا عن أن بعض أنصار و و و و حديثي هنا عن قوات النخبة ليس كل الذين هم في جيش الإمام يمتلكون هذه القدرات هذه القدرات تمتلكها النخبة فالمراد من طي الأرض هو أن بعض أنصار الإمام سينتقلون انتقالة سريعة من هذه النقطة على الأرض إلى نقطة أخرى عبر طي الأرض وليس الحديث هنا عن وسائل نقل سريعة القائم من منصور بالرعب مؤيد بالنصر تطوى له الأرض وتظهر له الكنوز المراد من الكنوز هنا كنوز الأرض ليس كنوزا دفنها الإنسان قد يكون هناك من الكنوز التي دفنها الإنسان إلا أن الرواية ليست ناظرة إلى هذا إنها كنوز ما خلقه الله في باطن هذه الأرض القائم مننا منصور بالرعب مؤيد بالنصر تطوى له الأرض وتظهر له الكنوز يبلغ سلطانه المشرق والمغرب المشرق والمغرب في الأرض والمشرق والمغرب في سماء الدنيا ويظهر ويظهر الله عز وجل به دينه على الدين كله ولو كره المشركون هذه بعثة نبينا صلى الله عليه وآله التي تتجلى عند خيام القائم مقدمة لتجلي بعثة النبي الأعظم في أتم صورها وفي أرقى مراقها في عصر الدولة المحمدية العظمى التي تكون في آخر عصر الرجعة القائم منا منصور بالرعب معيد بالنصر تطوى له الأرض وتظهر له الكنوز يبلغ سلطانه المشرق والمغرب ويظهر الله عز وجل به دينه على الدين كله ولو كره المشركون فلا يبقى في الأرض خراب إلا قد عمر الأرض التي تفتقر إلى الماء أرض خراب والأرض التي يتوفر لها الماء لكنها ليست مزروعة أرض خراب الأرض التي تكثر فيها الخرائب أرض خراب والأرض التي يحتاج الناس فيها أن ينشر البناء في أنحائها وأحنائها فهي أرض خراب بحاجة إلى عمران فلا يبقى في الأرض خراب إلا قد عمر وينزل روح الله عيسى بن مريم فيصلي خلفه يصلي خلف قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه هناك حاجة لوجود عيسى المسيح في تطبيق البرنامج المهدوي لأن عيسى المسيح سيكون حجة على النصارى وعلى اليهود وهؤلاء هم حكام العالم نذهب إلى فاصل المسيح